أحياناً لما أنظر إلى هذه القضية أنظر لها بعين الريبة يعني أن أفكر في الدوافع حقتها هل الدوافع هي دوافع في جدية وتطلب المعرفة يعني فعلاً دوافع حسنة وإيجابية تطلب هذه القضية وأم الأمر ليس كذلك ما أدري هي نوع من نوع عزاءة الظن أي أن كان وأنا أقيمها في يعني من شعوري النفسي أو شعوري الشخصي مما يتصل بي وخلني أضرب مثال هذا حتى أقرر بمدرول الكلام لما عندنا مركز سكوين لدراسات الأبحاث يقع في أحد المباني في مدينة الدمام في الدورة الثالث لم يكن عندنا اجتماع مع الزوم ونعندنا في المركز وكذا أأتي بسيارتي وأوقفها قبل ما أنزل من السيارة أطلع الإيربود من الجيب أضعها في أذني أشغلي مادة بودكاست في المادة صوتية أفتح باب السيارة وأنزل من السيارة أدخل العمارة بهو العمارة المصعد أصعد الدورة الثالث أدخل إلى مكتبنا أفتح الباب أدخل سلام عليكم مع السلام أطلع الإيربود وأرجع داخل الجيب مرة أخرى هذه العملية الانتقال من السيارة إلى المكتب ما تستغرق دقيقتين ثلاث دقاق يعني فترة زمنية قصيرة ومع ذلك عندي حالة من حالة العجز عن منع النفسي وكبحها عن الاستهلاك المعرفي وأزعم على المسوء الشخصي ليس المحفز له اللي هو الحرص على الدقاق والثواني وأن عمر الإنساني محدود وأن يحتاج استثمر كل لحظة في حياته ليس القصة المحفز وإنما وإنما يستطيع إنسان يوصفها بفوبيا الملل عندنا حالة منحات الرهاب الشديد من الملل إنسان يقف لحظة في حياته محروما من الاستهلاك محروما من التعاطي مع الإشغال الذهني يشعر إن لو جلست كده لحظات دقيقة دقيقتين ثلاثة وسوف أقتل نفسي سوف أصعق نفسي على قولة القصة المشكلة الخطيرة اللي قاعد تخلق هذه الحالة إنه ماشي فيه استهلاك معرفي فيه انتفاع فيه فوائد معينة ولكن هناك ملكات إنسانية بشرية قاعد تختلص منك بشعور أو بغير شعور يعني مثلا يعني من أهم الملكات المميزة للإنسان القدرت على التفكير أنا أزعم أن عندنا مأزق وإشكال حقيقي في هذا القضية أن كثير من الأفكار لا تأتي إلا في لحظة الملل إلا في لحظة الصفاء الذهني إلا في لحظة الشور الشور على سبيل المثال يعني الحين مثلا من الظوار الاجتماعية صور الشائعة واللي باتت أصيرة في حياة الإنسان اللي في قضية أن ماسك الجوال وفي دورة المياه هذه وضعية طبيعية الآن تقنيات كثيرة أنت تتكلم عن أجهزة كفية تتكلم عن كندل على سبيل المثال الأخيرة منه الأويسس يصير واتر بروف طيب ليش واتر بروف ليش واتر بروف تقرأ كتاب واتر بروف ليش أن حتى لحظت ما أنت موجود في البانيو مليت المغطس تبي تقرأ تبي تستهلك معرفيا ما عندك قدرة على الاسترخاء والجلوس والهدوء والسكينة التفكير التفكير هذه قضية من القضايا مم بس التفكير يعني من الأشياء الخطيرة الموجودة في هذا الإطار كذلك ومزعجة وأدرقة اللي تطبيع العلاقات الودودة مع الوسائل المعرفية الكسولة والوسائل الأكثر جديا في حياة الإنسان بحكم يعني أن صار الإنسان جزء من محفزاته لاستهلاك للمعرفة بين قوسين الترفيه فوبيا الملل معناته هو الحين يريد أن يرفها النفس يتعامل مع هذه القضية باعتبارها متعة ليس البواعد حقتها قصة الجدية قصة المعرفة أبني نفسي ذاتيا لا فيه نوع من النوع الهروب أكثر طيب فالإنسان بيختار يعني الوسيلة الأكثر امتاعا ولذا أحد العبارات اللي وجدتها رائجة يعني كنت يعني أتابعها من خلال يعني المتاعف الشبكات التواصل أو من خلال الاحتكاك مع بعض الشباب اللي فكرت ما لي نفس أقرأ يعني فيه أزمة كورونا فيه حث ودفع وتحريض وحبيبنا الغالي الشيخ مشاري الشثري كاتب مقالة كان عنها طالب العلم في زمن الكورونا أو زي كذا يعني فيه تحفيز وإنه مفترض أن يكون عنده إنسان مشروع وهناك موسعات وكتب يعني وفيه نجلة في المنطقة هذه ممتاز جدا فيه دعوة وتبشير وفيه تهيئة ظروف وفيه ظرف ظرف استثنائي عندك الزمن مفتوح بطريقة فلكية ما كان محسوب حسابه وحتى يعني أنت أهل الرياضي ممكن أخبر المشاوير يعني ما يسهلك من عمر الإنسان في الطرق والشوارج شيء كثير فعندك الحين انفراجة كبيرة جدا في الزمن وليل وقت بحيث أن كثير من المشاعر من المشاريع المسوفة المشاريع المرجأة المعطلة المتعثرة فيه فجأة جاتك لحظة زمنية معينة أشهر تستطيع أن تحقق إنجازات مهولة فيما يتعلق بهذا الإطار ومع ذلك لما تحقق عندك المورد الزمني الممتاز جدا مع تحقق يعني التحفيز الموجود مع لاحظ مع غيبة يعني خلن نقول المشغلات جنس من المشغلات بدأت تغيب على المشهد مفترضة الحين هي فرصة ومع ذلك تسمع نغمة إنما كمثال ما لي نفس أقرأ طيب ليش ما لك نفس أقرأ لأن الحين جزء من طبيعة الاستهلاك المعرفي اللي قاعد يمارس ذو طبيعة معينة مدفوعا بقضية معينة بحيث يخلق حالة معينة فهذه يعني كذلك أنا أعتقد قضية إشكالية